اذا كنت مشترك في القناة عشان فيديوهات التوب تين فهذا الفيديو ما رح يهمك ابدا انشاء الله الفيديو القادم رح يكون فيديو توب تين رهيب واذا كنت مشترك عشان الزومبي فيلا استمتع بهالفيديو جايب لكم شرح هاللغز ماب الزومبي الجديد ببلاكوفس كولد وور فاير بايس زيد الماب جدا رهيب واللغز جدا رهيب وسهل ينديك تحله سولو او مع اصحابك بس قبل ان نبدأ حاب انو اخيرا فتحت ديسكورد خاص بالقناة وخاص بالزومبي فاذا ودك تلاقي ناس تحل معاهم لغز الماب شايك الديسكورد رح تلاقي اللينك موجود بالوصف روحونيك واسأل الناس عشان يفيجوا ويحلوا معاك لغز الماب او اي مابات قادمة بالمستقبل فايه يلا خلا نبدأ بالفيديو اوكي شباب اول شي لازم تسويه هو انكم تفتحوا الكهرباء والتطوير اول ما يبدأ الجيم تعال تكلم مع رافينوف بعدين روح على التليبوتر انتقل للماب ورح تلاقي عندك 3 نقط بكل بسيطة روح على نقطة نقطة رح تلاقي جنريتر فعله لازم تقتل زومبي حواليه وتحمي الاجهزة لجنبه ورح يتعبى جدا بسيطة اذا بدك شرح مبسط وما فهمتها فشيك الفيديو اللي فوق على اليمين او اليسار سويت فيديو على قناتي الثانية شرحتها بالتفصيل بس ما يحتاجه تشوف الفيديو بكل بساطة روحوا على الجنريتر الثاني يلحق الاشارات اضغط مربع قتل كم زومبي احمي الاجهزة ورح يخلص الجنريتر وبعدين نفس الشي يعيد نفس الخطوة مع الجنريتر الثالث اللي موجود عند مكان الجيجر واصلا اللعبة بتحطلك عليهم علامات عشان تعرف وين تروح بعد كذا ارجع لمنطقة البداية بالتليبوتر وتكلم مع رافينوف رح تلاقي انه البكبانش طلع جاهز فينك تطور المهم اتكلم مع رافينوف بعدين رح يتكلم معاك بيك بيك وين موجود؟ موجود عن بيرت الستامناب عند الكرة السوداء تحت هنا مثل ما شايفين جب المنطقة هذيك رح تلاقيه موجود ورا اقزاز روح وتكلم معاه بس يخلص كلام ارجع وتكلم مع رافينوف مرة ثانية بالبداية ورافينوف رح يعطيك مثل مفتاح مثل ما شايفين او بطاقة فحاليا بس اخدت المفتاح من رافينوف لازم تفتح ثلت غزانات اول غزانة هنا ورا رافينوف بالضبط بعد منطقة البداية اضغط مربع وراح تمفتح لك غزانة فيها مثل سيروم معين بعد كذا تروح على مكان الغزانة الثانية ارجع على الماب الاساسي بعدين روح على منطقة الجقر عمور جيكم انا ملي قطع اي لقطع عمور جيكم مسرع على منطقة الجقر فوق رح تلاقي مكان الغزانة الثانية كل بساطة روح واضغط مربع واخد السيروم الثاني وبعد كذا لازم ناخد السيروم الثالث والاخير يلي موجود كمان بمنطقة البداية على اليسار عند الكرة السودة اللي فوق ادخل على هالمكان ورح تلاقي فيه هالأغزانة اضغط مربع واخد السيروم الأخير بس تاخد الثلاث سيرومات كلهم يكونوا معاك روح على المنطقة اللي هنا يلي هي وراء بيرك التومبستون روح هنا وراء بالمختبر واضغط مربع على جهازها الأحمر رح تحط الثلاث سيرومات رح يلفوا مع بعض اعطيهم شوية وقت واحمي حالك لانه رح يطلع لك كتير كلاب اضغط مربع مرة ثانية واخد الجهاز مثل ما شايفينه قدامكم حاليا عنكم الجهاز الأول اللي نحتاجه لحل اللغز تعالي عن منطقة الكرة السودة فوق بيك تعالي هنا فوق ورح تلاقي فيه مكيف اضغط عليه مربع ورح تحط الجهاز بهالمكيف وبعدين انزل عن بيك ورح تلاقي انه حطينا له غاز هلوسة بهالمكان ورح يحكي لنا انه لازم نروح على منطقة الستيشن اللي هي موجودة عند الساتيلايت الكبير مثل ما شايفين فروح هناك وبس يخلص كلام بك تعالي على هالآلة اضغط مربع ورح تطلع لك أربع أشياء فينك تاخدها بدل القنبلة بعد ما تاخدها حاليا لازم تسحب فيها ثلاثة ميميك أو وحش الجديد اللي موجود بالماب كأنك عم تسحب بوكيمون بس مو أي ميميك لا لازم الميميك اللي موجود بمكان فيه كتير أشياء مرمية على الأرض متون شايفين هالمكان غريب في كتير سنتريغان شوبا قنال أشياء مرمية على الأرض وما يمديك تاخدها فاللف بهذاك المكان شوي ورح يطلع لك من واحدة منهم ميميك هذا الميميك اللي لازم تسحبه مو أي ميميك عادي المهم دمجة دمجة خلي باقي من حياتها نقطة واحدة بس بعدين ارمي الجهاز اللي أخفتها على الأرض خلي الميميك يمشي فوقها واضغط مربع مرتين على السريع رح يسحبه لو كان هلثة عالي رح تلاقوا أن الميميك رح يرجع يطلع مرة ثانية ويخرج بالجهاز ولازم ترجع وتاخدوها من أول جديد فتأكدوا تدمجوه وتخلوه شوي من حياته بعد كذا ارجع لمنطقة الساتيلايت حط الجهاز ورح تسمع في راديو اشتغل لو الشخص بالراديو أنهى كلامه بكود أو رقم سري معناها الميميك اللي سحبته كان صحيح لو ما أنهى برقم سري ويفر رح يقولكم أنه هذا الميميك غلط ولازم تسحبه واحد ثاني المهم أنا حاليا رحت على منطقة البداية وفي كتير أشياء مرمية على الأرض وطلع لي منهم ميميك فهذا الميميك هو الصحيح دمجوه دمجوه خلوه من حياته نقطة واحدة بعدين خلوه يمشي فوق الجهاز واضغط مرتين مربع ورح يسحبه مرة ثانية تروح وتحطها بمحطة اللي ستيشن ورح تسمع في شخصية رح يتكلم معاك لو أنهى كلامه بكود أو رقم سري معناته هذا الميميك كان صحيح ولو ما أنهى برقم سري ويفر رح يقولكم غلط لازم تجيبه غيره المهم لازم تجيبه ثلاثة ميميك صحيحين نحن حاليا جبنا اثنين وحاليا رح نروح نجيب المكان الثالث مثل مشايفين فوق الجقر كان فيه أشياء مرمية وطلع منها ميميك نفس الشي طبعا الأماكن الثلاثة اللي احتمال تسعين بالمية تلاقوا منها ميميك صحيح هي منطقة الجقر منطقة البداية وبره منطقة الجقر اللي شفتوها أول واحد فحاليا سحبنا الميميك ورجعنا على الجهاز وحطيناها وأنهى كلامة برقم سري وبكذا منكون خلصنا من هالخطوة بعد كذا الجهاز رح يطلع لكم مثل فلوبي ديسك معين خدوه وروحوا على منطقة الكرة السودة اللي موجودة هنا المكان اللي تحته تعال هنا ورح تلاقي فيه كمبيوترات على اليمين بكل بساطة روح وحط الفلوبي ديسك جوها الكمبيوترات مجرد ما تحطها رح تلاقي الكرة السودة الكبيرة انفتحت وفينك تدخل جواتها حاليا بس رح تسكر رح تشوف فيه فتحة أنوملي أو دارك إيثر قاعدة تفتح تفتح وتسكر آخر شي مجرد ما تسكر انزل عند بيك تحت نفس المنطقة هنا وروح وتكلم مع بيك ورح يتكلم يتكلم معاك وآخر شي رح يسكر عليك النافذة بعد كذا روفنوف رح يتكلم معاك ويعطيك رقم سري ما في داعي تحفظه مجرد ما اعطيك الرقم السري تعال على الغزانة اللي جنبك اضغط عليها مربع وراح يطلع لك هالجهاز اضغط عليها مربع وخذها بعد ما تاخدها لازم حاليا يكون معاك سلاح الماب يا أما وصل تحدياتك للون الأصفر وحاول طلع أنا للأسف هنا طلع لي بيرك ما طلع لي سلاح الماب بس احتمال جدا كبير يطلع لك سلاح الماب من التحديات أو طلع من البوكس أو فينك تبنيه بشكل مجاني جوه الماب سويت فيديو شرح بالتفصيل كيف تبنيه راح تلاقيه فوق على يمين أو على اليسار فروح شوف الفيديو تعلم كيف تطلع سلاح الماب بعدين تقدر تكمل وتحل اللغز بعد كده تعال على هالمنطقة مثل مشايفين الاسم موجود فوق على اليسار لو ضغطوا باللعبة تعال على هالمنطقة ولازم حاليا انك تاخد حفارة يا أما راح تلاقيها بهالمكان جوه اللي فيه سنتري جن يا أما اللي جنبه على اليسار أنا شفتها هنا خذ الحفارة أضغط عليها مربع وحاليا لازم تحفر ثلاثة علب أو أسطوانات غاز أول وحدة عن منطقة بيرك الجقر اطلع برا عند الغابة روح على هالمنطقة ورح تسمع فيه صوت زمور أو صوت طنين معين قرب بنا ورح يطلع لك مربع اضغط مربع رح تطلع لك أسطوانة ورح يصير فيه دائرة صفرة جهز حالك يكون عندك بيركات وأسلحة قوية لأن الخطوة شوي صعب ذبح 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 زومبي لحدي ما تروح الدائرة وتعالي على الحفارة أو تعالي على الأسطوانة أضغط عليها مربع واخدها حاليا أخذنا الأسطوانة الأولى الأسطوانة الثانية يبيلها شوي تركيز تعالي على هالمنطقة مثل ما شايفين تحت الكرة السوداء تقريبا اضغط مربع ورح يطلع لك الأنبوب مثل ما شايفين ورح يطلع لك أنابيب بكل مكان منتشرة فعليا عدد جدا كبير هنا وفوق وجوه وبره رح تلاقي كتير أنابيب بنتشرة طبعا لو بتدقق وبتشوف جوه الأنابيب رح تلاقي جواتها في دخان لونه أسود أو حجار لونها سوداء وتقريبا كل الأنابيب فيها هالشي إلا أنبوب واحد رح تلاقي أنبوب واحد ما فيها لحجار السوداء مثل ما شايفين حاليا في حجار سوداء جوه الأنبوب في مثل دخان أسود فلازم تدور عليهم وحدة وحدة لبين ما تلاقي الأنبوب لنظيف اللي ما فيه أي شيء أسود أنا عندي بالجيم طلع هنا في الزاوية مثل ما شايفين مثل ما ملاحظين هذا الأنبوب ما فيه حجار سوداء ولا أي دخان أسود أبدا فبكل بساطة روح وضغط عليه مربع ورح تاخده لو سويتها غلط أظن لازم تعدي راوند وترجع تعيد هالخطوة من أول جديد مثل ما شايفين هنا ما فيه أي شيء أسود فقط بياض طيب والأنبوب الثالث رح تلاقيه تحت منطقة الساتيلايت وانتم شايفين هنا اضغط عليه مربع ورح يختفي روح دور عليه رح تلاقيه مكان جدا قريب يا أما بالغرفة هنا أو يسار وره رح تلاقيه بمكان جدا قريب بس تلاقيه لا تقرب عليه لو قربت عليه رح يختفي خلك بعيد عنه واطلق عليه الطلقة القوية بسلاح الماب بس يكون معك سلاح الماب اطلق السهم لفوق اطلق عليه الطلقة اللي بتسوي مثل دائرة بعدين اقرب قبل من تتهي الطلقة وتقدر تاخذها هذه الخطوة وهذا الانبوب اللي تحتاج فيه سلاح الماب بعد كذا لازم تروح على جنريتر اللي شغلتهم بداية الماب وتضغط عليهم مربع واحد واحد عشان تحط الأنابيب اللي أخدتها جوه الأجهزة فخطوة جدا سهلة بعد كذا روح لفوق عند الكرة السودة ادخل داخلها عشان تشغل فتحة الدارك إيثر بعد كذا انزل على الغرفة اللي موجودة تحت على اليمين اللي موجودة على الكنترولر وجهها على الأربع دوائر اللي لونها أورنج متل ما شايفين لما تحطها على الدوائر رح يطلع لك تحت علم رح تلاقي علم أمريكا أو علم الصين حركها لبين ما تروح عند دائرة أورنجية لعلم استفهام اللي فيها متل ما شايفين حاليا أنا بجيمي الدائرة اللي على يسار كان في استفهام بس تلاقي علم الاستفهام اضغط X وخلص بتكون كذا خلص من هالخطوة رح تطلق مثل بيم ليزر على قمر صناعي ورح يطلع لك هالمقطع الخرافي اللي شايفينه قدامكم حاليا وحاليا نقدر ندخل على البوس فايت أو الوحش الأخير تعال على منطقة الكرة كل اللاعبين هنا على الكمبيوتر يضغطوا مربع رح يطلع لكم كاتسين بسيط طبعا اتذكروا أنكم تجهزوا أموركم يكون معكم أسلحة كويسة بركات لأنه البوس ماهو سهل وكمان ماهو صعب يعني متوسط نوعا ما المهم بس خلص الكاتسين رح يرجعكم على البداية ورح تشوفوا عنكم هالوحش بكل بساطة دمجوه رح تشوف عداد حياة الوحش موجود فوق مثل مشايفين حاليا الوحش أحيانا رح يطلع نار من ركبته أو من وشه لما يطلع النار دمجه لأنه الدمج رح يكون مضاعف رح تلاقي دمج باللون الأصفر فاستغل هالفرصة عشان الدمجة أكتر وأكتر والوحش كل شوي رح يضرب بأيضه في النص فلو واحد واقف بالنص رح يموت على طول فنصيحها لاحد يوقف في المنطقة الموجودة بالنص المهم بعد دمج دمج معين وفي زومبي وحوش بعدد جدا كبير عشان كذا يجهزوا أسلحتكم وبركاتكم بعد ما تدمجوه عدد معين رح يموت الوحش ومبروك عليكم حل اللغز فيهي شباب هذا في اليوم أتمنى أنكم أعجبكم إذا بدك تشوف فردت فعلي على اللغز فيشيك أول لينك موجود بالوصف أول لينك اللي موجود فوق على اليمين حاليا واتمنى لا تنسوا بدعم الفيديو بزر اللايك وبس كان معكم شاركي يا تركي كيش كم ديهاد ثاني إن شاء الله مع السلام اشتركوا في القناة